يروح لجزئية أخرى أعلن رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم النهاردة إن الاتحاد مستعد لتدبيق تقنية نصف آلية للتسلل. حضراتكم عارفين يمكن موضوع التسلل والفار بيشغل كثير من الاتحادات. لكن رئيس الاتحاد الإيطالي يمكن بعد مباراة اليوينتوس الأخيرة والجدل الكبير اللي حصل فيها. وكمان على مستوى ده كان على مستوى الدوري الإيطالي بيقول إحنا هنعتمد تقنية جديدة تقنية نصف آلية للتسلل هو قال إن التقنية ديت يمكن محتاجة كاميرات كتيرة جدا جدا. يمكن التقنية حكم الفيديو طبعا في مباراة اليوينتوس ارتكب خطأ كبير جدا خلال هذه المباراة. ده كانت مباراة يوم 11 اللي فات وقام بإلغاء هدف صحيح لليوينتوس. طبعا كان في مشكلة كبيرة جدا حصلت أثناء هذه المباراة واللي انتهت بالتعادل الـ 22. من ساعة هذه المباراة يمكن ظهرت انتقادات واسعة جدا على مستوى التحكيم على مستوى لجنة أو تقنية الفر. اللي دفع التحاد الإيطالي لاتخاذ قرار الاعتماد على هذه التقنية الجديدة. تقنية النصف آلية للمراقبة التسلل. كاسيني طبعا ده الرئيس الاتحاد قال ان احنا مستعدين لأخذ خطوات. وحنتعرف على آلية هذه التقنية الجديدة. التقنية بتعتمد على نظام النصف آلية. وعدد من الكاميرات يتروح ما بين 10 إلى 12 كاميرا مستوى. في الجزء العلوي من الملعب إضافة طبعا إلى بعض الشاشات المتخصصة لرصد هذه الألعاب لتوفير أكبر قدر من الدقة هو بيتكلم عايزين نوفر أكبر قدر من الدقة فيما يخص كمان الكاميرات دي عندها شغلتين إنها بتخص تمركز اللاعبين أثناء اللعبة من أطرافهم من إيديه ورجليه وتحديد نقطة دقيقة جدا لطبعا عملية التسلل اللقطات دي بترسل بسرعة جدا جدا إلى غرفة الفار من خلال زي ما بقول لها حضراتكم 29 نقطة مختلفة يعني بتقع في الصورة هذه الكاميرات الألية بتحدد 29 نقطة مختلفة طبعا لللاعبين في آخر خط إذا كان على مستوى المهاجمين أو المدافعين وترجع بسرعة جدا تبعت هذه الداتا أو هذه الرسالة لغرفة الفار لطبعا يعني الحكم في النهاية لهذه التقنية وبالتالي بيكون فيه سرعة كمان في اتخاذ القرار ترجمة نانسي قنقر